يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الهل النهاردة خسر خسارة جديدة من سانداونز في جنوب أفريقيا والنتيجة واحد صفر هدف في الديئة 52 من ماسيكو والمباراة بشكل عام كان فيها سانداونز أفضل بكل المقاييس بكل المقاييس سواء على المستوى الهجومي أو على المستوى الدفاعي وهبقى أمين معاك لأبعد درجة ممكنة لأبعد درجة ممكنة بص يا سيدي بداية كده أنا وفي هذا المكان أقدر تماما على مدار شهور ماضية ما يقدمه مارس الكولر مع النادي الأهلي وشايفه واحد من أفضل المدربين اللي جاءوا من النادي الأهلي على مرة تاريخ أقدر جدا هذا الجيل الرائع من اللاعبين أقدر جدا حجم الإنجازات العظيمة اللي عملها الأهلي الموسم الماضي وبالتأكيد على مدار التاريخ أقدر جدا المكانة الكبيرة اللي فيها النادي الأهلي أفريقيا كأكبر وأعظم فريق في القرى الأفريقية وبناء عليه النهاردة لما شوف حاجة لا طاليك بالنادي الأهلي هتكلم عليها بحجمها الطبيعي إيه حجمها الطبيعي؟ مش هجمل الكلام الأهلي في آخر خمس مباريات مع سندونز خسر أربع مباريات وتعدل في مباراة هذا لا يليك بالنادي الأهلي كبير القرى وما ينفعش الكلام يتجمد وما ينفعش نقول أصل الظروف وأصل الحرارة وأصل المباراة الساعة ثلاثة وأصل الحكم ما كانش هيحسب إيه وما حسبش إيه الأهلي النهاردة ظهر بشكل أقل بكتير من سندونز هتقول لي يا عم النتيجة واحد سفر مش خمسة زي بتاعت الساعة اللي فاتت هقولك أو أنت بتقول إيه أنت بتقارن إيه بإيه الأهلي لا يخسر خمسة ولا يخسر بهدف ولو خسر بهدف بيخرج من المباراة ن Después Elena كان حظ وحش فين المهاجم الأهل ضيع فرص كتير ما يسحش ضيع فرص ده النقد يعني شايف النقد بتاعنا هيبقى فين إذا دقي ضيع فرص كتير أول ما استغلش فدخل فيه هدف فخسر لكن الأهلي النهاردة ما عملش حاجة الأهلي النهاردة كانش عنده أي تحولاته هجومية نادي الأهلي النهاردة ما كانش عنده أي خطورة نادي الأهلي النهاردة كان عنده ميس Kang بميس بس بكتير يعني الأهل النهاردة أنا آسف اللي أقول كده بس لعبته كانت خايفة أيوة خايفة خايفة من الفرقة من سانداون زي بتتنقل الكرة بشكل رائع جدا خايفة بذكريات الموسم الماضي والموسم اللي كان من أربع سنين خايفة من نتيجة تتكرر خايفة أنت لعب النادي الأهلي ما تخافش أنت لعب النادي الأهلي تنزل وأي منافس في القارة الأفريقية يبقى قاعد بيترعش منك ما تقول ليش بقى عصده فرق كواليتي وفرق مش عارف إيه لا كده ما كانش الكلام مظبوط النهاردة عكامل الاحترام تاني مارس الكورة واحد من الأفضل المدربين الجمب نادي الأهلي عرمار التاريخ وأنا ضد فكرة أنه لما يخسر النهاردة شفت بعض التعليقات من بعض الناس يقول لك إيه شفتوا أنا كان رأي كده في مارس الكورة من الأول هوا مش مدرب كبير هوا يا سلام يا سلام هنهزر عشان خسر المباراة عشان ما قدمش مباراة جايدة مارس الكورة واللعبين ناعدة ما قدموش مباراة جايدة سيئة يبقى مدرب ضعيف لا يبقى دا تهريج مدرب كبير جدا جدا واللعبين اللي مجدين في النهاردة الأهلي مميزين جدا بس النهاردة هو وحش قوي بيصعب علي قوي لما بشوف الأهلي قدام أي منافس في القررة الأفريقية التحديدة مش بكلمك في كاسة عام الأندية مش هو بيلعب مع ريال مدريد ويلعب وهو الآن أو في توطر أو في خوف إزاي إزاي أصلا مش بكلمك على تاريخ بس أنا بكلمك على حاضر فريق اللي بيكسب كل حاجة إزاي بقى الآن نهاردة التجهيز للمبراءة كان سيئ من الجهاز الفني كان سيئ من اللاعبين أنا بقول الكلمتين ليه دول يعني الكلمتين دول دلوقتي ليه عشان أبقى أمين معاك في كلام ينفع يتجمل وفي كلام ما ينفعش يتجمل ولازم لعبة النادي الأهلي تبقى فاهمة ده ما ينفعش تبقى بتلعب وانت مستريح أو شبعان أو أنا عملت كل حاجة بمي أنك بتلعب في الأهلي فانت مطالب دائماً وأبداً في كل مباراة وكل بطولة أنك تكسبها دي بطولة ما ينفعش تعدي كده وحط في اعتبار حيب كلم لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي إدارة النادي الأهلي لما قررت تشترك في هذه البطولة في توقيت صعب جداً وضغوطات كثيرة جداً شاركت في هذه البطولة عشان تاخد اللقب كالنادي الأهلي لازم ياخد اللقب يعني هو ينافس على اللقب دائماً وكأمور مادية فلازم تكسب عشان تعمل الإدارة كنت عايزها هي عايزة تكسب البطولة عشان تاخد الجايزة الكبيرة فانت ما ينفعش أبداً تلعب مش بقول باستهتار بس بعدم تركيز كامل كامل ما ينفعش تخاف يا حبيبي انت لعيب النادي الأهلي ما ينفعش تبقى الآن وخايف وانت بتلعب قدام أي منافس نهارده مارس الكولب بعد المباراة حدث في المؤتمر الصحفي ولام على التحكيم وقال إنه الحكام في أفريقيا ما بتكلموش مع الفار والحكاية ما كانتش أخطاء تحكمية النهار ممكن يبقى فيه خطأ أنا لسه عارف بعد شوية كان فيه خطأ ولا من خابرنا التحكيمي الكبير كابتن وجيه أحمد بس بغض النظر كان فيه خطأ ما فيش خطأ الأهلي النهاردة ما قدمش شيء فين فرص النادي الأهلي النهاردة ده سانداونز كان ممكن يكسب هدف واثنين وثلاث فمباراة العودة تصوري الأمور هتختلف الأهلي هيبقى أفضل جمهور النادي الأهلي هيمنى المدرجات بإذن الله الحماس بتاع لقابة النادي الأهلي وفكرة إنه أنا الأهلي هتظهر في مباراة الكاهرة فإن شاء الله بإذن الله أنا مش أعلان قوي من مباراة العودة وحس إنه الأهلي هيصعد للنهاية أنا زايلت بس على المباراة بتاعة النهاردة بزاعم الأهلي بشكل عام أو من مستوى الأهلي بشكل عام لا النهاردة الأهلي ما كانش كويس هنفعش بقى نقول أي حاجة على فكرة سهل إنه حاجة زياني بيقول كده نزغزغ مشاعر الجماهير ونقعد نقول أصلهم الحكم بقى والجو والساعة ثلاثة قول الكلمتين دول ونكسب بيهم حاجة لطيفة جده قدام الجماهير والآن النهاردة كان زي الفل لا الآن النهاردة ما كانش زي الفل الآن النهاردة ما كانش جايت ببساطة شايت ترجمة نانسي قنقر